تولي نأخذها من سامي القرشة لنذهب إلى خبارنا شوف أنا نسيتني طريق نعم نأتيك باللي بعدها فيها شغلات حلوة لك شوف أنا متأكد اللي خليتنا قبل شوي ورجعتنا أنا متأكد أنه غالبية الوسط الرياضي إعلاميا حتى معاني المستشار تركال الشيخ وهو يغرد مستاع ومتضايق جدا أنه الفاس وقعت في رأس واحد من أبناء البلد اللي هو فاده مرداز يعني كان ممكن أننا المصيبة تكون وقعها أخف فيما لو ثبتت على حكم أجنب جبناه أو أي أن كان آخر أو حكم ورايح الكسل أو حكم لا بغض النظر في كل الأحوال روح تكسل أنا باسم البلد أنت عارف أنا معاك تتكلم عن التب بلا أنا معاك أنا معاك نحن نتكلم نحن دائما نتكلم نحن كإعلاميين ودائما أول كلمة تسوي لنا بلوك ويوقفون فيها سالفة أنت تدخل في الدماء يا أخوان نحن أول شيء لا نعمم على الحكام أنا لاحظت ممكن فيه نوع من لغة التعميم أنه الحكم السعودي راح تسمعته لا هذا تصرف فردي لا يحسب إلا على صاحبه ونحسب البقية إن شاء الله أنهم قد الأمان نحن نتكلم في العموم سالفة أنه فتح هذا الموضوع نربطها بموضوع الذي فات ما مات الآن فيه رئيس نادي يتصل ويحاول يثبت أنه فيه حالات كثيرة حصلت وتكرر ثلاث حالات سابقة ومستعد للشهادة نعم إحنا لو فتحنا الماضي اللي أخذناه بالقرائن والشبهات جماهيريا راح القائمة يخش فيها حكام كثير وراح في بطولات كثيرة تحطها بين هلالين اليوم إحنا نتكلم يعني فيه شريط يمر قدامي إحنا دائما نتعاطى مع الحكم ونفرق ما بين المهنية وما بين هل هو مسلم وإلا مش مسلم ولازم ما نخش في الذمع هذا البلوك اللي كان يجينا في وجهنا إحنا إحنا نتكلم عن قرائن شوهد اليوم رئيس الرياضة معالي تركي آل الشيخ يحيل حكم رايح لكاس العالم إلى التحقيق إلى المباحثة الإدارية أتذكر ما أدري مني اللي قال أنه ليش الحكام ما يدلون بالقسم أمير عبد الرحمن من السعود أنت الوزير يدل بالقسم القاضي يؤدي القسم هذا قاضي ليش ما يؤدي القسم عشان أقلنا شيء الناس ترتاح هذا ما له علاقة بالدين ما له علاقة بشيء إحنا دائما في خلط ما بين القرائن اللي أنا أشوفها قدامي وما بين الأدلة والناس تقول لي لا وقف بس ربما كرة القدمية تدخل من جانب الترفيه نعم لا بس مجانب الترفيه في النهاية هي صناعة هي متنفس للشعوب هي الآن تعتمد عليها عندي كثيرة في أوروبا وفي غير أوروبا على أساس أنها شركات الملايين اللي الآن قاعدة تصرف سنويا الهلال 150 مليون الأهل 150 مليون الهلال زيه هذه أموال مهدرة يجي تضيع بسهولة جدا أنا أطالب بالحد الأدنى ما هو عيب أنك أنت تقسمي إذا كان الوزير أقسم اليمين إذا كان القاضي أقسمي وبعدها في جزئية في جزئية مهمة الموضوع مش مش المرداسي الموضوع ما طرق بهذا الشكل إلا أنه بدأ البحث فعلي الهيئة العامة الرياضة مرت على اللاعبين مرت على الإعلاميين مرت على الرؤساء لاندية مرت على أعضاء الشرف الآن إيش بقي تاريخيا إحنا من أكثر من 20 سنة إيش اللي يثير الوسط الرياضي لجنة حكام لجنة مشابقات لجنة انضباط لجنة استعناف احتراف لجنة احتراف هذه فعلا هي التي تثير اتحاد لعبة الشبهات حولها يعني أنا أقول لك لجنة المسابقات يوم أنها ترسل الجدول بطريقة توافق نادي وما توافق نادي آخر الانضباط يوم يتعامل مع حالة بين لاعبين نفس الغلط هذا يأخذ أربع مباريات وهذا يأخذ إعفاء القضية أنا أتمنى من أبو ناصر طالما الموضوع وصل للتحكيم واضح كلامك يا أبو ناصر أنه اللي فات ما مات خذ التحكيم بأثر رجعي ويا ليت يا أبو ناصر تمر على لجنة الانضباط ولجنة المسابقات طيب ولجنة الاستعناف لأنها هي في الأصل اللي من عقود هي اللي تثير الوسط الرياضي بالمكايل المختلفة ماشي ناصر ناخد الأخبار لو سمحت